السلام عليكم. كانوا بعض الزلامين طلبوا مني النشر والتبسيط بالتفصيل. اليوم ان شاء الله تكوننا حاول نخدم معكم هذا النشر والتبسيط بـ-0 وكأنما ما تعرفوا له كم اللي يخدمنا التحليل نحاول نخدمه النشر والتبسيط. لاحظوا معايا هنا. قبل ما نمشيه للنشر. نمشيه بعدها نفهمه التبسيط وكيفية كيف نخدمه. ها لاحظوا معايا قسم الصبراء إلى قسمين. نمشيه اولا للتبسيط. التبسيط. النسبة كان يعطونا عبارة من هذا النوع. كمثال A توساوي. نفهمه بالامثلة احسن. A توساوي. يعطونا كمثال 6x2 ناقص 7x ناقص 5 زائد 8x2 زائد 5x زائد نحط كل نوع واحده. معناتها النوع الاول اللي هو اللي فيه اكسوس اثنان. النوع الثاني اللي فيه الاكس. والنوع الاخير اللي فيه الا الاعداد ما فيه الشلال المجهول. معنات هنا كمثال احنا بالنسبة كنا نتحارف على المجهد. كنا نقولوا انه هذا اكس مربع نفترضوه كمثال كاراريس. هذا اكسوس واحد اللي هو ايكسלי تعتبروهما كااااا اقلام. وبالنسبة لهذا الاعداد تعتبروهم كأميثال ككوتوب لنا. في هذه الحالة نحاول نرتب الشيء اللي لدينا عندنا لزمنا نكتبه A تساوي ونرتب نرتب من أعلى درجة إلى أقل درجة بالنسبة للX هنا درجة الثانية عود هنا درجة واحد وهنا ما عندناش هنا كأنا مرة مدروف في X0 X0 و 1 مهم نحن بالنسبة لنا نحط 6X2 هادي عاود ناخده هادي عاود زائد 8X2 عاود نمشي إلى اللي فيهم الX لدينا هذا ناقص 7X وعدنا زائد 5X وعدنا ناقص 5 5 زائد 4 عاود ناقص 5X ها نحطه معايا بالنسبة عاود ناقص 6X2 وعدني 8X2 من نفس النوع أولا عاود ناقص 7X وزائد 5X راها من نفس النوع وعدنا ناقص 5 زائد 4 من نفس النوع هنا نعمل A تساوي ها قد راقص نخرج كم عندي من X2 كم عندي من X وكم عندي من الأعداد من الأعداد التي لدينا النتيجة ها هنا واش ناخد ها نضح معايا كل نوع نحط النتيجة تساعد ها نرفض نرفض كمية الألة حاسبة ونكتب فيها زائد 6 نعتمد على الإشارات اللي عندي هنا بدون إشارة أعتبروا موجب فنجينا زائد 6 زائد 8 تعطينا زائد 14X2 عاود ناخد الألة حاسبة ونكتب فيها ناقص 7 زائد اعتمد على العملية الموجودة في الآلة حاسبة نكتب ناقص 7 زائد 5 تعطينا ناقص 2 ماذا X عاود عندي ناقص 5 زائد 4 تعطينا ناقص 1 هنا نقدر نفهمها بطريقة احد أخرى هنا كما في السنة الثانية كتب بالنسبة للجمع وطرح الأعداد النسبية هنا كان نقوله باللي هنا ربحت 6 وربحت 8 ماذا حال جيت رابح حال جيت رابح 14 ها هي 14 فصحان يخدم بالX مواربع معنى ها يكتب X و 2 هنا خسرت 7 وربحت 5 بعدها كمثال سجلوا علي هدفين وسجلتنا 5 أهداف الأولا خرجت خاسر ماذا حال خرجت خاسر خرجت خاسر ب 2 هنا نفس الشيء هنا خسرت كمثال 5 وربحت 4 هنا شحال جيت خاسر جيت خاسر في الأخير 1 تلاحظوا معي هنا للفكرة سهلا مشي حاجة صعبة نزيد ونواصل بالنسبة يعطي هنا كمثال هذا المثال هذا كمثال B تساوي 5 X 2 زائد X ناقص 4 X 2 ناقص 3 X زائد 9 1 لاحظ معي هنا نعمل أول حاجة نقوم بها هي ترتيب نحط X 2 نحطها مع بعض X ونحطها مع بعض ونعديش الحق نزيد نواصل بالنسبة لنا كمثال هنا لاحظ نزيد نكمل لاحظ نقوم بالتجميع X 2 مع X وهنا لخطر عندنا اختلاف بالنسبة للأنواع لاحظ نجمع كاريس مع أقلام كما لاحظ نجمع الكتب كمثال مع الكاريس كل نوع يبقى وحده ثم قناتنا X 2 هو عدد يختلف عن X يعني كان نفترض بل X هو 3 هنا نقص 2 2 3 هنا هدد X 2 هي 9 ثلاثة اختلاف كبير فانت هنا ما كان ما نقدرش نقوم بالتجميع المتحم نقدرش كل نوع وراه وحده تمشيه اللي هنا نرتبوه نجينا هنا 5 X 2 ناقص 4 X 2 زائد X ناقص 3 9 هنا عندي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 يصار تحيير من المفروض كان زائد واحد اكس معنا هنا واسم نكتب هنا في الالة حسيمة نكتب زائد واحد ناقص ثلاثة زائد واحد ناقص ثلاثة تعطينا هنا ناقص اثناني اكس وبالنسبة لزائد تسعة تبقى واحد هادي رحت معي الفكرة كان يعطينا دراق ميزا الاخر كان يعطينا نحاول نحضر الوسائل باش من بعد نجي نخدم جيني سهلا نمشي اعود بالنسبة للضرب كاميثاك يعطينا يعطينا اثناني اكس في خمسة اكس هنا واسم نعمل نضرب العدد في العدد والمجهول في المجهول غيرتلاحظة معي نضرب العدد في العدد والمجهول في المجهول العدد في العدد اثناني في خمسة جينا اثناني في خمسة في ايا اكس في اكس عاود اكس في اكس هذا ينور لكم كيش نخدمه وكيش نخدمه بعد نخدمها مباشرة تنقاش نكسبه وكامل هاتش ايا ايا اثناني في خمسة سعطينا عشرة والاكس في الاكس سعطينا اكس اوس اثناني ايا عدد نضربه في نفسه يعطينا يولينا اوس اثناني معنى ساك نضرب اكس في اكس يعطينا اكس اوس اثناني نمشي ودروق واحدة مثال بالخفر يعطينا ثلاثة اكس في اربعة اكس تساوي ثلاثة في اربعة تعطينا اثنى عشر والاكس في الاكس تعطينا اكس او اثنان نمشي ودروق الى اشارة يعطينا يعطينا بالنسبة للضرب وكم تعرفوا باللي كيكونوا من نفس الاشارة يعطينا موجب كيكون عندنا اشارتين مختلفتين يعطينا سالب نشو نخل معاود مثال هذا يعطينا ناقص اثنان اكس في ناقص اربعة اكس ايه نفس الشي نضرب الاشارة نبدأ بالاشارة ثم اللون السالب في السالب يعطينا موجب ايه اثنان في اربعة تعطينا ثمانية اكس في الاكس تعطينا اكس اوث اثنان نمشي ونحطوا عاود هنا ناقص اثنان اكس في زائد اربعة اكس هنا نخدم نفس الخدمات تعطينا ثمانية اكس اوث اثنان نختل العدد ايه ما بدا انها مش الا انه السالب في الموجب يعطينا السالب كيكونوا مختلفين في الاشارة يعطينا سالب ثمانية اكس اوث اثنان نفس الشيء كان نقلب وعاود نفس الشيء نعملو هنا زائد اثنان اكس في ارب في ناقص اربعة اكس تعطينا عاود نفس الشيء ناقص ثمانية اكس اوث اثنان ما يهمناهش الكبير ولا صغير هنا مش كما الجمع انا نلاحظوا باعيهن بالنسبة لكنا نرحمش للحالة الاخيرة ليهونينكم عندنا موجب هادي اسالة حطونا هنا اثنان اكس اثنان زائد اثنان اكس ولا اثنان اكس اربعة اكس ولا زائد اربعة اكس يقدروا يضعوا هناك اختار اي عادة بدون اشارع تبراه موجب لا يعطينا موجب في موجب يعطينا موجب وإثناني في أربعة ثمانية وإكس بالإكس إكس وإثناني هذا فيما يخص توزيع ولا تبسيط هنا هدو الأدوات اللي نحاول اللي نحتاجهم في النشر الشيء الثاني عندي ننشيل الشيء الثاني اللي هو مستبقات الشهيرة مستبقات شهيرة عندي الحالة اللولى اللي هي A زائد B أس إثنان ثم تعطينا A أس إثنان زائد B أس إثنان زائد إثناني A B هيا كان نفشو دروك تخدموح المثال نفدو المثال إثناني إكس زائد ثلاثة لكل أس إثنان اللي يلاحظ معايا هذا هو الآ والثلاثة هو الب أي نحاولونا هنا نحط نطابق هذه اسمها مستبقات شهيرة نطابق هذه الأحرف مع هذا الأعداد اللي عندي هيا لاحظ A هنا شكون هو A A هو إثناني إكس وش تعطينا هنا؟ تعطينا A أس إثناني معنسا إثناني إكس أس إثناني زائد B أس إثناني اللي هي ثلاثة أس إثناني زائد إثناني هذه إثناني دائما كينا في اخترحنا كينا في A اللي هو إثناني إكس في B اللي هو ثلاثة سأطينا هنا تساوي إثناني إكس أس إثناني واسم معنسا إثناني إكس أس إثناني معنسا إثناني إكس في إثناني إكس أي نضرب الإثناني في الإثناني والإكس في الإكس سأطينا أربعة إكس أس إثناني عاوز زائد نزائد تسعة نزائد اي اتناني في اتناني في ثاني نضرب كامل الاعداد فيها بعدها البحث اتناني في اتناني تعطينا اربعة في ثلاثة تعطينا اتنى عشرة والاكس بقى بحده نحطه في اكس هذه الاولى هذه دروقنا نحطونا لحظة الثانية اللي هي ا 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 هنا جينا اثناني اكس وس اثناني زائد ثلاثة وس اثناني بس احنا عوض ما يكون عنا زائد هادي اثناني ابي شوف اللي هنا هادي نسها سنحط هنا وهادي هادي سنحط هنا اطلاح البعاية ايه جينا هنا نناقص اثناني في اثناني اكس اللي هو في بي اللي هو ثلاثة ايه جينا هنا اربعة اكس وس اثنان زائد تسعة ناقص اثنى عشرة اكس نشوف الحالة الاخيرة والثالثة ويني حطنا ا زائد بي في ا ناقص بي ولا ا اناقص بي في ا زائد بك لخطر للضرب تبديله لان ما اهمناش هي اعطينا هنا في النتيجة اوفيين ا ا ا Jadi ا ا ا ا ا ا اتنان ناقص بي ا 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 ايه شوفوا معي لكن هنا نح وضع الا انه خطرها لدي سيد ب美味 وخطرها لدي الفرق الاصه خطر المجموع نف Krist نقوم zu هنالك هنا نتنبه ووصلكوا عندي العددين شو A هو هنا 2x 2x ثلاثة ثلاثة نقوم لي هنا كامية كثيراكون 2x هنا 4x ولا هنالك 5x مهما نصيب الزائد والناقص في الوصف لا وصيقوا عندي نفس الأعداد المستعملة بالنسبة للجزء الأول نفسها بالنسبة للجزء الثاني إلا أنه خطرنا نحطون مجموعة التحام خطرنا نحطون فرق التحام هنا واسم يعطينا بالأخير يعطينا Aوس2 معنى 2X وس2 ناقص B اللي هو 3 وس2 معنى 2 يساوي في الأخير 2Xوس2 بعدها 2X في 2X نضرب 2X في 2 يجبنا ربعة وبنسبة للX بالX يعطينا Xوس2 ونعقص 3وس2 يعطينا 9 3 في 3 هي صحة هذا فيما يخص النشرة والتفسيط تعلق المصلابقة الشهيرة هذا الحال يعطينا عبارة معقدة بالنسبة للشهادة وبنسبة لكامل التمارين نحن نحاول نخدم هذا أولويات معنى هذه الأساسية اللي لازم نعرفهم وبعد نخدم بهم يعطينا أشياء ونخدم كان الشيء الثاني لازم نعرفه الشيء الآخر اللي لازم نعرفه يكون عندي كمثال إشارة سبق القوس كمثال يكون عندنا هنا زائد ويحط لي قوس ويحط لي هنا كمثال 4Xوس2 زائد 3X ناقص 5 هنا كنحاول ننزع الأقواس يساوي كنحاول ننزع الأقواس هنا بالنسبة لهذا الزائد ما أضطرش على هذا الأعداد كامل يبقوا كما هم بعد هنا نكتب 4Xوس2 زائد 3X ناقص 5 حتى حاجة ما تبدل 4Xوس2 بقى كيف مهرها زائد 3X بقى زائد 3X وناقص 5 بقى ناقص 5 نحن نمشي للحالة الثانية حالة الثانية ويحطونا ناقص هايدا حطونا نوصل الخدمة بس يحطونا ناقص بهذا حطونا 4Xوس2 زائد 3X ناقص 5 سيحطونا مصبوق هذ القوسين مصبوقين ب إشارة سالبة في هذه الحالة كل الأعداد الموجودين داخل القوسين نعكسوهم إلا كان موجب يولي سالب إلا كان سالب يرجع موجب معنى هنا بالنسبة 4Xوس2 هذا عدد ره موجب بدون إشارة اعتبروا معنى هاي يولينا سالب معنى هنا ناقص 4Xوس2 زائد ثلاث زائد 3X نرجع لنا ناقص 3X وبالنسبة ناقص 5 ترجع لنا زائد 5 إلا تلاحظ باللي كل الأعداد تحكس شو؟ لاحظ بعين هاي دي موجبة رجعت سالبة موجبة رجعت سالبة والسالبة رجعت موجبة هذا فيما يخص الأدوات والوسائل اللي نحتاجهم بالخدمات تحدي ناقص نحاول نخدمه ناقص نحاول نخدمه بعض الحالات المعقدة اللي فيها بزاف نحاول نخدمها مع بعض الشيء الثاني اللي لازم نخدمه كنت بالنسبة لنشرك يعطونا بشيء بالمستبق الشيء وإنما نشر عادي مثال يعطونا هيدا شوه معايا يعطونا كمثال ثلاثة اكس زائد اثنان في اربعة اكس ناقص واحد أي شوه معايا هيدا كشن خدم شوه معايا ضرب هيدا قصني نقوم بالنشر الثح كي البعض اللي ياخد العدد الأول يضرب في هيدا عاود يرفض العدد الثاني أو يضرب في الجزء الثاني هدي طريقة بصحة تطول لأحسن طريقة وشهية أولا نبين نبين الإشارات لاحظ معايا نبدل لون لاحظ معايا شوفوا هذا موجب ندور عليه هذا موجب ندور عليه هذا بدو إشارة نعتبر موجب ندور عليه وهذا بإشارة سريبة ندور عليه هيا لاحظ معايا شوف نقوم باللعبة النشرة شوف الأول في الزوج الأخرين هذا عاود الثاني في الزوج الأخرين نخدمها بطريقة مباشرة من ديع وقت ما هيا لاحظ معايا الموجب في الموجب يعطينا موجب نبدأ نبدأ باللولا عاود ثلاثة في الربعة تعطينا 12 الـ x في الـ x تعطينا x وس 2 هذه اللولا كمنا نمشي عاود للضرب الثاني عاود الموجب في السالب يعطينا السالب ونبدأ بالإشارة العدد في العدد ثلاثة في واحد تعطينا ثلاثة ثلاثة في واحد تعطينا ثلاثة x لا يوجد من الضرب ويبقى كما هو عاود نمشي ندرك لحد الثاني هذا عاود هذا نمشي ونصي كمنا هذا الأولين كمنا هم فاق عاود نمشي لهذا موجب في الموجب يعطينا موجب اثناني في أربعة تعطينا ثماني هنا غير موجود في x x يبقى x كما هو عادي حطوا x بالنسبة عاود الحالة الأخيرة هنا الموجب في الموجب يعطينا الموجب في السالب عفوان يعطينا سالب اثناني في واحد تعطينا اثناني هذه هذه الحبارة هذه نزيد هذا يسمى هذا الشيء الذي قمنا به نشر بصف طريقة مباشرة نحاول نبسط هنا حط مربع مع بعض و x مع بعض و الاعداد مع بعض هنا المسجدة مرتبة هذا x مع بعض x 2 و و بالنسبة العدد روح ندرك مبسط الكتاب هنا نجينا زائد 12 x 2 نمشي الالة حسيبة نكتب ناقل ثلاثة زائد ثمانية تعطيك زائد خمسة خسرت ثلاثة ثلاثة أو خسرت ثلاثة الأهداف واربحت ثمانية أهداف في الأخير خرش رابح خرش رابح خرش رابح خمسة الأهداف خمسة x ناقص 2 بوحدها وحدها نحط ناقص 2 لاحظوا معي هدافي ما يخص النشر والتبسيط بالنسبة ما متعلقاش بمصدق شهيرة طريقة كلاسيكية مانعت بطريقة مباشرة بمقام شنخدمه 20 مرحلة باش نخرجه للنشر طب 6 نزيد واصل نحاول نحاول نخدمه حالات معقدة مش عايدا نفهمه أحسن نزيد لتعلمه هنا أحطونا كمثال S مثال S تساوي يعطونا هنا 2X زائد 3 وص 2 مثال ناقص نحاول نستعمل هذا شي اللي تعطونا اللي تعلمنا من قبل نحاول نعتمد عليه في حالات معقدة ناقص يحطون هنا 4X 2 ناقص 5X زائد ثلاث ثلاثة أي لاحظ معي هنا السوسة هذه كلنا أنشر وسط العبارة هذه أي لاحظ معي أولا هذه عبارة عن مستبقة شهيرة من نوع A زائد B لكل وس 2 معنز هذه وسم تعطينا تعطينا A وس 2 وهي 2X وس 2 زائد 3 وس 2 زائد 2 في 2X في 3 هذه في 3 هذه أحط جيدة بس تلف هنا عندي هذه من الشكل A زائد B لكل وس 2 هذه النوعية رأي من هذا الشكل معنز A وس 2 زائد B وس 2 زائد 2 في A في B ناقص هنا لاحظوا معي دروق شوفوا كنا كيكوا عنا قوسة مسبوقة بإشارة سليبة يجب لي نعكس كل الأعداد اللي تكون داخل قوسة مع ذه ناقص 4X 2 زائد 5X ناقص 3 رجعت سليبة سليبة رجعت مجابة المجابة رجعت سليبة شوفوا هاشو كلهم نعكس هاشو هنا أخاطر هنا عندي هذه سليبة هناك تكون عندي قوسة مسبوقة بإشارة سليبة هنا كل الأعداد الموجودين داخل القوسين ينعكس اللي مبعد نزيد بسطول كتاب سليبة 2X 2 4 X 2 3 2 9 2 2 2 2 3 12 2 2 4 4 3 12 X نضيف X نضيف 4X 2 2 2 5 5 X 3 Z نوصل S تساوي نحاول نرتب 4X 2 4X 2 2 12 X 5 X 9 3 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 1 1 1 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 8 9 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 9 10 8 10 10 10 10 10 10 6. معنى نشره تبسيط لهذه العبارة هو 17x زائد 6. نعم شو اعود الحالة حالة اخرى مثال كمثال نحطوه هنا تي تساوي تي تساوي نحطو 5x زائد واحد في 5x ناقص واحد ناقص اثنان اكس في ثلاثة اكس زائد خمسة لاحظوا معايا هنا هنا اول هذه خمسة اكس زائد واحد خمسة اكس ناقص واحد تلاحظوا باللي نفس العددين بسقطران نجمعهم قطعا نطرحوه بعد فات الحالة راني في المستبقة الشهيرة الثالثة لهي ا زائد بي في ا ناقص بي هنا ما كان لاش نقوم بالتوزيع هذا الكلاسيكي حول كلهم هنا نخدم بالمستبقة الشهيرة معنى هنا تغطينا اوس اثنان ناقص بي وس اثنان ما انتها خمسة اكس بس اثنان ناقص واحد بس اثنان ايا دروق هنا لاحظوا معايا هنا ندوروا على هذا العدد باب الاشارة بتاعه ونوزعوا على العددين الاخرين هذا بيقدر اعتبره موجب هي لاحظوا معايا هنا دروقنا بجمعنا الحال ما نحصلش ونضيعش الوقت ايا سالي في الموجب يعطانا سالي بقلنا بلي دايما نبدي وبالاشارة هي اللول هي اللي عليها الصح باش يحتم بعد ومشي نوزع الاشارات لقدر نحصل اثنان في ثلاثة ازعتنا ستا الاكس في الاكس اعتنا اكس اثنان عود الساليب في الموجب يعطانا ساليب اثنان في خمسات اعتنا عشرة الاكس بقى واحده يبقى انا اكس هاد زيدا نوصله تسابق خمسة اكس اثنان هي خمسة اكس في خمسة اكس خمسة في الخمسات اعتنا خمسة وعشرون و اكس بال اكس اكس اثنان ناقص واحد اثنان هي واحد ناقص ستة اكس اثنان ناقص عشرة اكس تسابق نحاولو نرتبوه اللي فيهم اكس مور بحطوهم بعد اللي فيهم اكس بوحدهم اللي فيهم الاعداء نحطوهم واحد ايه يجينا خمسة عشرين اكس اثنان ناقص ستة اكس اثنان ناقص عشرة اكس ناقص واحد ايه تسابق دروك نرحل الالة حسيبة نكتب زائد خمسة عشرون ناقص ستة تعتين هنا تعتاش اللي هي زائد تعتاش هنا ولا نكتبها تعتاش ولا زائد تعتاش اي عدد بدون اشعة اعتبروه موجب تعتاش اكس اثنان ايه دروك هذا بوحده ما عندوش مشابه له هنا ناقص عشرة اكس ناقص واحد هاي دي خدمناه نزيد ونوصله بالنسبة الحالة لنبعده هاي دي لاحظ معي هنا يحطونا كمثال ام تساوي يحطونا هنا اثنان اكس كمثال يحطونا هنا اثنان اكس زائد ثلاثة اثنان ويحطونا ناقص احسن باش نجربوا الحالة ناقص ويحطونا دروك ناقص هنا ويحطونا ثلاثة اكس زائد واحد ثلاثة اكس ناقص خمسة ايه لاحظ معي ايه بالنسبة الان تساوي لاحظ معي هنا هادي عبارة عن هادي الاولى عبارة عن مستابقة شهيرة ثانية ا ناقص بيل كل اسئلة بصح هنا هادي ماشي مستابقة شهيرة بداخل مالذي مستابقة شهيرة ثلاثة هادي نفس العددين خطرها جمعناها وخطرها اطرحناها. معنا رفضين ثلاثة مع الواحد. بعد رفضنا هنا ثلاثة اكس مع الواحد. بسحنا في هذه الحالة فلنا ثلاثة اكس مع الخمسة. هنا ما نستعملين نفس الاعداد. معنا هذي مش مصطبقة شهيرة ثالثة. معنا هذي نخدمها بطريقة الكلاسيكية العادية. ننشرها بالتوزيع. ما نخدمهاش بالعلاقات المصطبقة الشهيرة. اي هنا بدأوا بالاول. نمشي والهادي هذي من شكل A ناقص B. هذي مكتوبة من شكل A ناقص B. لكل أس اتنان. معنا هنا تعطينا A أس اتنان. لهي اتنان اكس أس اتنان زائد B أس اتنان. لهي ثلاثة أس اتنان. ناقص اتنان. بمعنا ناقص اتنان في A. لهو اتنان اكس. اتنان اكس. في B. لهو ثلاثة. هاونا. ايا دروق. هنا هذي هذي احدى راسنا منها. هذي هي المشكلة العطمى. لدي عنا النقاط. هنا كي نلقى هنا ناقص. هنا كي نلقى هنا كي ناقص. ما بين النشر. ما بين العبارة اللولى. هذي دايما نحط الناقص هنا. ما ندخلهاش في الحساب. نحط نوضع الناقص. ونفتح عريضة. وننشر هذو اللي يكون عندي من بعد. هذو ننشرهم بعد العريض. لخطر بالنسبة لكل هذو. ينعكسوه من بعد والاخير. نتيجة هذو كامل ينعكسوه. فانت هنا اضع حد معي. مشي نخدم نص الخدمة اللي خدمناها من قبل. معنى هنا ندور على الاعداد تاعي. هذا موجب. هذا موجب. هذا موجب. هذا سليب. ايه لاحظ معي. نرفض الاول. نضربه في الزوج الفا هذو. عاوي نرفض الثاني عاوي نضربه حتى هو في الزوج الاخري. ونجيني هنا ربعة العمليات للضرب. ربعة الجدائس. ايه نبدأ وبالول. موجب في الموجب يعطينا موجب. ثلاثة في ثلاثة اعطينا تسعة. الاكس في الاكس اعطينا اكس اس اثنى. عاوي الموجب في الساليب يعطينا ساليب. ثلاثة في الخمسة تعطينا خمسة. الاكس ما عندوش في من ينضرب يبقى اكس الواحد. نمشي وعود اللي وراه. نمشي ولا زائد واحد عاوي. الموجب في الموجب يعطينا موجب. الواحد في ثلاثة يعطينا ثلاثة. الاكس واحده يبقى لنا نحطه اكس. عاوي الموجب في الساليب يعطينا ساليب. واحد في الخمسة تعدنا خمسة. ونغلق العرض. لا عفوا ما بقى ليش المكان هنا. نحاول تحدثها لتحت. مسامعينش مبات كي يبقى لنا الباكان اخترتكم بسطة. ام توساوي. ايضا روقنا ما نحاولونا نكسبو. هنا نجينا ربعة اكس اس اثنى كما لقدنا من قبل. ننت اثنان اكس في اثنان اكس. هي ربعة اكس اس اثنان. زائد ثلاثة اس اثنان. قدنا تسعة. ناقص اثنان في اثنان في ثلاثة هي اثنان عشرة. والاكس هداك نحطوه جينات ناشن اكس. ايا دروق هنا لاحظوا حين. هادو دروق كل الاعداد الموجودين داخل هات العريضتين. اي نعكسوه باش نخرجهم من هات العريضتين. هدي لازم نقوم بها. بعد هنا دروق جينات ناقص. لاحظوا معي كلهم نعكسهم. ناقص تسعة اكس اس اثنان. زائد خمسة اكس. ناقص تلاثة اكس. زائد خمسة. بالنسبة التلميذ اللي ميخ نمشات الخدمة وهذا ناقص ما يرد لاش البال. كل شي مشى لي خطأ. خطى الجزء الثاني كل شي خرج لي بالعكس. مع انها كي تجيع وتتقوم بتجميع كل شي خرج لك خطأ. حدي ورأسكم بهذا المثال. اكتر هدية الشمتة اللي تنشمتوا فيها. ماشي متعرش. بعض الاشياء اللي طيب لك ولا تحسبها هاينا وهي السبب والخطأ. هنا نمشي نحطهم بعد لي فيهم الاكس اللي فيهم اكس اوDay ايا ايا نبدأوا بالهادي. اللي فيهم اكس واوDay. لاجينا ربعة اكس اوDay انا ناقص تسعة اكس اوArthur. ناقص نتحصل ناقص tx اوDay. الاعداد. العدد عندي عندي هنا هذا النقص زائد 9 وعندي زائد خمسة. هنا زائد 9 زائد خمسة. اي اي امتو ساوي. توقع الاحاسيبه تخطب لي كل شيء. ونقدم احتبرها سيما. مشي شرط الاحاسيبه. تم عالج الاحاسيبه تعاونكم في الحساب باش تكونوا متأكدين في النتيجة. وعندي هادو معه بعد. اي دروس. يوفيهم اكس او اتناكس اتناكس اثنان يعطينا ناكس ا Boost اثنان معنسة ا impairُنا معنى تجينا نقص 5x وسئتنا عاون نقص 12 زائد 15 نقص 3x معنى تجينا في الآلة حسب وزنة تكتب نقص 12x زائد 15 نقص 3 هنا نقص 12 مع نقص 3 نقص 15 مع زائد 15 جينا 0 زائد ولا نقص زائد 0x معنى تجينا هادو كامل يروح عاود عندي زائد 9 زائد 5 تعطينا زائد 14 فيما يخص التبسيط العبارة هم تساوي نقص 5x وسئتنا زائد 14 اختر 0x ما مطلوش مني أن نكتب 0x ما عندها حتى معنى نحاول نحتفها وجينا نقص 5x2 زائد 14 نزيد ونخدموا مثال آخر كي نزيد ونفهمه هذا نفس الفكرة سأعود نطبقها بمثال آخر كي نزيد ونركز الفكرة نمشو عاود نحطه هنا كمثال كات وساوي نحط دروق المستبقى الشهيرة الأولى كمثال نرفض نفس المثال ما أختر ما يهمني المستبقى الشهيرة قدر اللي يهمني هديك الناقص ليه تخوفني هنا وسئتنا هنا نقص نحط مستبقى الشهيرة كمثال كمثال نحط x زائد واحد وسئتنا كتساوي هذه هذه مستبقى الشهيرة اللي خدمنا هنا هذه نفسها هذه اللي خدمنا هنا هذه هي اختلاحة غيهية كررناها منها منتها هذه نتيجة تحاها هي نفسها هذه منتها هذه نتيجة تحاها هي هذه ربعة x وسئتنا زائد تسعة هنا الناقص لماذا نخدمها براتين أمامك نحن ندرك هذا الناقص كما تفهمنا قلنا بلدي هذه عاود نفس الشهيرة عندي توزيع عندي عاود نشر هنا هذه ستكتب من الشكل x زائد واحد في x زائد واحد هنا يلزم لنحط الناقص ونوضع العريض كما يكون عندي ناقص قبل النشر كيكون عندي ناقص قبل النشر نحط الناقص ونفتح العريض أيها ودروقنا نشر هاته هذه تجينا مستبقى الشهيرة من الشكل أزائد بل كل x معنصها x 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 اثنان زائد واحد خطر اكس اثنان هي اكس اثنان واحد اثنان هي واحد زائد اثنان في اكس في واحد اثنان في واحد ثم اثنان اثنان اكس ونغلق الحالية كاتوسها ربعة اكس اثنان زائد سعو ناقص ناشن اكس هذي انا نكتبه فيها نختر باعات الترج هنأدرك هذو كامل ومسبق اشارة السالبات هذي اللي قبل العارض اي ادرك هنا كل شيء نعكس الموجة بيولي سالب والسالب بيولي موجة بكتلاحظ باللي هنا كامل رهم موجبين بانتاو كلهم يوليهم سالبين معنى هنا ناقص اكس اثنان ناقص واحد ناقص اثنان اكس منسبة تلميذ اللي ما يرتش البال لهذا الناقص بكتلاحظ باللي هنا غد يحطهم كامل موجبين ويمشي يخدمهم مع هذو ويخرج لكل شيء خطأ بانتا هنا تنبهوا هذو الناقص هي هذي هي الكاريته اللي تضيعكم دايما عندكم مشكل في هذو الناقص اللي حطوها انه هنا هنا جينا اربعة اكس اثنان ناقص اكس اثنان اني نحاول نرتبهم اللي فيهم اكس اثنان لنضعهم مع بعض اللي فيهم اكس نضع مع بعض اللي فيهم اعداء نضعم مع بعض ناقص اتناشا跟你كس ناقص اثنان اكس عاود نحط هنا زائد تسعة ناقص واحد عاود عندي هنا هدي مع هدي وعندي هدي مع هدي عاود هنا زائد تسعة ناقص واحد اي لاحظ معي هنا قاتل سوي اي نرفض الى حسيبة ونخدم ولا براسة ولا براسكو ما عندكم الحرية لا يقدم براسة ويحط لي خدم براسة ولا يخدمها بالالة حسيبة يخدم بالالة حسيبة باش بيقعد شاكو ما يبقاش يحطي هايدك على الظهر اي انا اعمل زائد اربعة انا واسم عندي ما بين كيما نصيبش كنا كيما نصيبش عدد ما عندها كين هنا واحد رهما خبي هنا رهما تسوس هنا كين واحد بعد هنا جينا ربعة ناقص واحد اللي هي ثلاثة اي جينا ثلاثة اكس اوز اتنان عود ناقص اتنى عشرة ناقص اتنان جينا ناقص اربعة عشرة اكس عود زائد تسعة ناقص واحد جينا زائد ثمانية هاو دا قمنا بنشرها وتبسيط هذا العبار نحن معي شي سهل مشي حاجة صعيبة بس احقصها تركيز هذا النشع والتبسيط فيه التركيز كتر من خدمة كتر تقدر تكون عندك الفكرة صحيحة وكل شي تعرف لو كل وما تمرس عليها ما كلش وكي تجي تخدمك اش واحدة تغلط فيها ودائما تصيب النتائج مختلفة ما تسبش عندك صحيح والمشكل مشكل طافيه بلاك في اشارة بلاك اكس اس اتنا ما تشوفهاش بلاك كتجي تقوم بتجميع تنساكش واحد منهم مشي مشي ما عندها يكون عندك خطأ في المعلومات بعد نحيان في التركيز هو الكبير تكون عندك كل شي صحيح بس حاجة تكون نسيتها ولا اشارة ما مشتهاش ولا ما بيينتهاش مليح ولا يعني كل شي يروح لك بالخطأ هنا هدي تنبهون هاد النشر والتبسيط الخطر عندنا في شهادة مضمون يقول دايما عندنا التمرين ثاني يحطوا فيها النشر والتبسيط ويحط لك فيها التحليل التحليل خدمناه من قبل النشر والتبسيط ما خدمناهاش كان ظاهر لي سهل كي يسألوني عليه هني حاولت نعملكم مثال عليه باش تحاملت نعمل ملخص باش تفهموش عاد هني مشو دروق الحالة الاخرى وين يحطونا وين يحطونا الجودور النشر والتبسيط بصح اعتماده على الجودور ها ودا لحد ما يدروق مشو نخدمه هنا النشر والتبسيط بصح بالجودور هنا الجودور النشر تبسيط هنا الجودور الجودور تربيعي ثلاثة جدر خمسة في اثنان جدر كمثال سبع لاحظوا معي هنا يوسف كمال يخلنا كنا نخدمه بالنسبة كمال يخدمه بالنسبة للمجاهين نخدمه بالنسبة الجودور ثلاثة معي هنا عندي ثلاثة في اثناني نضرب العدد في العدد kulaks فoys Coh voc نضربه هنا الجدر olmay conservation المظلم لاذا Southern ن cash ثلاثة 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 تضرب الجدر جدر دائما لذي نحصل لذ lever دائما نحطه في الداخل في قلب جدر واحد ما عندها فيه نحلو الجدر كبير ونكتب خمسة في سبعة ندخل هادوك العددين داخل جدر غاية واحد نساوي ستة الجدر ما كلاش نكتب ستة في جدر نكتب ستة جدر خمسة في سبعة اللي هي خمسة وثلاثة نمشي ودروق هادين وهادين اللي تهمني هادين اللي نخدم بها بالنسبة للأخرين نشر والتبسيط دروق هنا كي أعطونا هادين الأساسية اللي نعتمد عليها لكي أعطونا مثال نشر هاي هادين نخدمه هالنشر اللي فيها هادوك فيه جزئين كمثال يحطونا اثناني جدر ثلاثة زائد جدر زائد خمسة جدر اثنان فيه هودا فالمثال شوية صعب بشاهداتك وعندكم فكرة هنا ثلاثة ثلاثة جدر اثناني ناقص أربعة جدر ثلاثة مثال هاد هيا شوف معايا هنا هنا نخدم نفس الخدمة اللي كنا نخدمها مع اللي خدمناها بالمجهول اكس وشنحاوي نبدل لون ها لاحظوا عايا شوه نبس الخدمة نخدمها جوه ماكيش حاجة صعيبة هادا موجب ندور عليه هادا موجب ندور عليه كل واحد بالاشارة هادا بدو اشارة موجب ندور عليه ها هادا هادا بدو اشارة هادا السالب ندور عليه هادا هيا نفد الأول نضربه في الزوج الاخرين عود الثاني نضربه في الزوج الاخرين ها هادا شوف هيا شوف معايا ضربة يوساو هيا شوف نضرب العدد في العدد والجدر بالجدر هيا شوف العدد في العدد سهل ندرب الإشارة في الولا ندرب الإشارة في الإشارة إذا كانو نفس الإشارة الموجب إذا كانو إشارتههم مختلفاتين احادت سالب الشيء من اللي العدد بالعدد نحطوا هادا قابين سهل أستطيع جدر بالجدر د نضرب هذك العددين الى داخل جدر ونحطها بداخل جدر اقلا understandable لا مانعم separate جدر 3xd لكن سأكتب جدر 6 مانتها نافتح الجدر والداخل بنقصد نتعالي لكيش العددين المدربة ايه شو معي الموجب في الموجب يعطينا موجب 2 في 3 يعطينا 6 الجدر ايه 3 الجدر جدر 3 في جدر 2 هيا جدر 3 في 2 جدر 3 في 2 هايا ايه نكتبها جدر 3 في 2 هايا ايه انخدمها لكم التفصيل باش چوفوها من الحال ايه عود نقومة حالي الثاني الموجة في السالب يعطينا سالب هاي عاون اتناني في اربعة جينا تماني عاون جدر اي ثلاثة في ثلاثة جي ثلاثة اوس اتناني ثلاثة في ثلاثة هي ثلاثة اوس اتناني طلحت باللي هذه تخرج للخارج يعني نتخلصهم من جدر تعاون نمشي الجزء الثاني عاود هادي مشي الخدم هادي الموجة في الموجة بيعطينا موجة خمسة في ثلاثة تعطينا خمستاش عاود جدر اتناني في اتناني تعطينا اتناني اوس اتنان عاود نزيده نواصله بالنسبة الاخيرة قطر عندي ربعة الجداءات بالنسبة كيكو عندي نشر دايما عندي ربعة على الجداءات عاود عندي الموجة في الموجة في السالب يعطينا سالب خمسة في اربعة تعطينا عشرون جدر اي اتناني في ثلاثة نكتب اتناني في ثلاثة ثم بعدها كي تكونوا تخدموا ما تكتبش اتناني في ثلاثة مباشرة تكتب جدر ستة بسعني احاول نفصل لكم باش ما تتلفوش باش تقولش هادي منينجات ولا نحاول نخدمها لكم التفاصيل باش ما تفهموه باش ما نعمل جينا زائد يدروكمش نبسط الكتابات جينا زائد ستة جدر ستة ناقص تمانية ها ثلاثة اوس اتنان مع الجدر هادي تسلك بانتها ثلاثة تخرج البرة جسنة تمانية في تي تخرج تخرج بوحدها تخرج ثلاثة زائد خمسةاش حتى هادي اتناني تسلك تخرج البرة اختر فيها اوس اتنان مع الجدر تخلص من الجدر نجينا عود خمسةاش في اتناني ناقص عشرون جدر ستة اي لاحظ معين زيدو الوصل يدروكم نحطوه نسقدوهم ماذا نزيدونا بسطول العبارة يجينا هنا زائد ستة جدر ستة ناقص تمانية في ثلاثة هي اربعة وعشرين زائد خمسةاش في اتنين هي ثلاثين ناقص 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 عشرون جدر ستة يدروكم نحاولو نصدبوهم كلين نرتبوهم هنو سوك تلاحظ اني تلاحظ بللي عندي جدر ستة جدر ستة من نفس النوع عندي من نفس النوع ما عندها نقدر نحط نحط هنا زائد ستة ستة جدر ستة ناقص عشرون جدر ستة ناقص ربعة وعشرين زائد ثلاثون ايه لاحظ معي هنا هنا كيروم عندي من نفس النوع جدر ستة جدر ستة نقدر نقوم بالتجميع التحام وكا عندي هنا جدر سبعة زي جدر ستة ما عنديش الحق نخليهم كما هم كا عندي جدر ستة جدر ستة معنتها نقدر نخرج جدر ستة كعمل مشترك هيدا جدر ستة ونفتح القوى ستة عيو نكتب هنا زائد ستة ناقص عشرين نتلاحظ الخطر عندي جدر ستة رمضربة في ناقص عشرون جدر ستة مضربة في زائد ستة ما نتنجم نخرج وكا عامل مشترك ونحط الداخل بصحة هيدا عندي جدر ستة جدر ستة وكا عندي هنا جدر ثلاثة وجدر ستة ولا جدر سبعة وجدر خمسة ولا مختلفين ما عنديش الحق خليهم كما هم ما عنديش الحق نقوم بتجميع التحام عندي عاود هادو من هدي صحة سهلة هنا ناقص عشرين زائد ثلاثين تعطينا زائد ستة توسع ايه زائد ستة ناقص عشرين تبشي بالألة حسيبة تكتب زائد ستة ناقص عشرين تعطيك ناقص 14 جدر ستة ثلاثة زائد ستة وهذا هو النشر والتبسيط هادو العبارة هادو اللي يعطوها هادو هادو بالجودو تلاحظو بالنسبة كان يعطونا كان يعطونا مثال لاحظ مع يدي كا ملاحظة كان يعطونا ستة جدر خمسة ستة جدر خمسة زائد ربعة جدر ثلاثة هنا ما عنديش الحق ما عنديش الحق نعمل كمثال نقوم بتجميع التحب علاش لخطر النوعين هادو جدر خمسة وجدر ثلاثة مختلفين ما عنده هادو هادو من قداش نزيد تبقى هي كما هي هنا لا يمكن تبسيط هنا لا يمكن التبسيط مختلف هنا ما عنديش الجدور بالبابي داخل جدر مختلف هنا ما نقدرش نقوم بالتبسيط هنا مشي نحط ستة زائد ربعة ولا نمشي نجمع هادو جدر خمسة مع جدر ثلاثة ولا ما عنديش الحق كامل هادو الشي نخدمه هنا كنتحن توصل هادو الفكرة هنا نتوقف كما المثال تهنا هنا عندينا أكثر بعطاش جدر ستة زائد ستة هنا ما عنديش الحق نزيد نكمل التبسيط هنا نتوقف لا نقدرش نزيدنا نواصل طب الهدف من هادو الشي اللي نخدمه به هادو الشي صلحونا نمشي معاود ل التنطيق التنطيق مقام كسر هادو يحطون نفس شهادات بزاف هادو الفكرة وسمعنا تهى التنطيق كسر ما انت يا تنطيق مقام كسر التنطيق تنطيق مقام كسر ما انت يا تنطيق مقام كسر نرجعه المقام عدد نادك ونرجعه عدد نادك ما فيه شجدر منخليه شبيه الجدر هادك المقام منخليه شبيه الجدر ايه لاحظه معي نمشي ونخدمه كان ثلاثة الامثيل مثال الاول يحطونا مثال الاول اللي هو ثلاثة جدر خمسة على اربعة جدر اتنى هنا درنقصني هذا نخدمه كثيرا هذا المقام هذا وهي Oslo هذا المقام ارجعته عدد نادك اننا منحدي للجدر هاد whadda 6A技 احد وهي ما نخليهاش يعني نريKN finance نحنشي هنا في المقام نضع الجِدر غصني نحنشي هناجه跟ared notre نحتاج ذا اصيب عدد لا نليоко حينها جدر باش نتخلص من هاد الجدر اتن cocoa ونضرب واحد كيفو ما عن ته جدر اتنى فيه جدر اتنان تantين جدر اثنان ونتخلص منها. كما عندما عندها دروك كواسم خصني. خصني هذا يساوي. نمشي نكتب هنا. قطر كسر كبير. هنا ثلاثة جدر خمسة. هنا نضع ربعة جدر اثناني. هيا لاحظ معي. نضرب هذا الجدر اثناني. خصني نضربه في جدر اثناني. كما نعمل جدر اثناني في جدر اثناني. نعمل جدر اثناني. هناك كما عندما نضرب في المقام. خصني نفس الشيء نقوم به بالنسبة للبسط. ما الذي عملته في الأولى متوسط لا يتغيير كسر. إذا ضربنا بسطة ومقامه في نفس العدد. معنى هنا نضرب الشيء الذي نقوم به بالنسبة للبسط. معنى هنا نضرب حتى هنا في جدر اثناني. أي هذا. بالنسبة للبسط لا يهمني. هناك شيء خرج بهي الجدر. لا يهمني. ليش الخطرة تنطيق ما قام كسر. ما عندنا اللي يهمني لما قام. البسط ما يهمني شيء يكون فيه الجدر والله. أي لاحظ معي. هنا قدام هذا الجدر اثناني. كاين واحد. طبيعة الحال كما يكونش عندي. معنى كاين واحد. الخطر كان موجود سفر. معنى كان يمشي كل شيء. معنى هنا نضرب العدد في العدد. والجدر في الجدر. أي لاحظ معي. بالنسبة للأولى. البسط. ثلاثة في واحد. تعطينا ثلاثة. الجدر. كما يتمهمنا نضرب العدد في العدد. وندخلهم داخل الجدر. جدر. عشر. خمسة في اثنان. تعطينا عشر. عاود نمشي والله. الثاني المقام اللي يهمني. ربعة. الجدر. اثنان في اثنان هي. اثناني اوس. اثناني. كنضرب اثناني في اثناني. تعطينا اثناني اوس اثنان. أيها تساوي. ثلاثة جدر عشرة. هذا ما هي تبدلش. خلينا منه. وبالنسبة الاثناني. هذه تسلك. من هذه. مع الجدر يمشي. مع الاثناني. وتعطينا ربعة. في اثناني. ويعطينا في الاخير. ثلاثة. جدر عشرة. على ثمانية. وهذا ثمانية. عدد. ناطق. ما فيش. ما فيش الجدر. لاحظت معي الفكرة. هنا تخلصنا من الجدر الموجود في هذا اللا. هنا تلاحظوا باللي. بدون تغيير قيمة الكسر. هنا هنا. كانت بشو تعملوا الحساب تهدي. فوقت اللي في الاعلى. هذه تحسبوها بالقيمة تحو. وتحسبو القيمة تهدي تلقاهم كيف كيف. الا انه الشكل تلك كتابة. ما تبدل. بصع من ناحية الناتجة غاهية. نزيد الواصل ودروق المهم. هدي سهدي سهلة بزاف. نشوف المثال الثاني. هذا كان يعطينا. ثلاثة جدر خمسة. دروق هذا المثال الثاني. هذا هو الأساسي. هو هو الثالث. هدوما الأساسي. ثلاثة جدر خمسة على. كمثال. اجدر ثلاثة. زائد أربعة. لاحظ معي. ندروق هنا في هذه الحالة. الميزو معي. يدروق علاش ندروق هذا. هذا الأساسي. هنا كان نحاولو. نرجع هذا الجدر ثلاثة. نسقدوه. نحاولو. كلنا بلي ندربوه في جدر ثلاثة. كان نمشي ندرب في جدر ثلاثة. هذا الجدر الثلاثة يتسقد. سعود هذا. يسد النعلاج. اجدر قصني حاجة الأولة. أول شيء نقوم به. كي يعطينا. حاجة الأولة ليعطينا. كسور. أول حاجة نقوم بها هي وضع. الأقواس. حاجة اللي أولا كي يعطينا. كسور. ونلقى أحقاصتنا كي نلقى عملية. اغطر هنا. هذا ما يهم هذا. نقدر أن نحذف له الأقواس. لماذا؟ لنخطر عندي غير عدد. بصح هناك يكون عندي عملية. ولا يكون عندي حدود. دائما نوضع الأقواس. كي ننسى الأقواس. ما عندها نسيت العلامة. حتى العلامة تمشي لي. أنت هنا نقطات العمل التاعي كامل يمشي لي باط. كحتى أن نخدم صحيح يمشي لي خاطئ. الخطر هنا ما تقوم بالتوزيع. لكن لا تضربه في العدد الأول. ما عندها تكون شيء يخرج لخاطئ. ما عندها حاجة لولا كي يعطينا كسور. نوضع الأقواس. يلاحظ معي هنا. كان نضرب في جدر الثالثة. جدر الثالثة ستوزع على جدر الثالثة هذه. وتوزع على الربعة. أي هذا يتسجد. وهذا يخسرنا. يولي فيه الجدر. هنا لا نقدر نضرب في جدر الثالثة. واسم نعمل. نضرب في المرافق. واسمه هو المرافق. المرافق هو نحاول نعتمد على المستابقة الشهيرة الثالثة. اللي هي A زائد B في A ناقص B. إلاك عندي هنا زائد. نضرب في واحد كمه هذا. وصح فيه نناقص في الواسط. وإلاك عندي ناقص. نضرب في الزائد. مثال. أجل نخدمها. ونفهم. هنا عندي جدر الثالثة زائد ربعة. نضربها في جدر الثالثة ناقص ربعة. هذا المرافق. هذا وهذا المرافق تعمل. فيها ناقص. بش يجينا A زائد B في A ناقص B. علش؟ لخطر A زائد B في A ناقص B. تعطينا A أس إثنان ناقص B أس إثنان. معنتها. الآل الأول يرحل للجدر. والبي زائد والبي حتى هو إذا كان فيه الجدر يرحل. معنتها. نتخلصه بالجدر بالنسبة للأول وبالنسبة الثاني. هذا يتبع هذا ثلاثة جدر خمسة حتى هو ينضرب في جدر ثلاثة ناقص أربعة. هي تكون خدمها تسايف. أي هنا. A زائد B في A ناقص B. رهابين أبل لي تعطينا. جدر ثلاثة A أس إثنان ناقص ربعة أس إثنان. هذه ناقص عليها. نمشي لهذا نقوم بالتوزح. هذا نوزعه على الأول. ونوزعه على الثاني. أي ثلاثة جدر خمسة في واحد جدر ثلاثة. قنا بلي هناك مكانش كهين واحد. نحطه الواحد. أي ثلاثة في واحد. تعطينا ثلاثة. الإشارة بينها مجابرة. ناقص عليها. عود. جدر خمسة في جدر ثلاثة. تعطينا جدر خمستاش. عود. الموجاب السلبي يعطينا ثلاثة. ثلاثة في ربعة. تعطينا إثنى عشر. وجدر خمسة. نكتبها جدر خمسة. لنخطر ما عندي جدر آخر هنا. تبقى كيما لكو عندها اكسب واحدة. نحطها اكسب واحدة. نحطها اكسب واحدة. ما كلاش نحطها. نخليه كما. توسع. نزيد الواسل. هنا ما عنديش الحق ان نقوم بالتبسيط. علاج لخطر عندي. البابي داخل جدر مختلف. ما عندي هنا. يبقى كما هو. زائد ثلاثة. هذه ما نبدل حتى حاجة. هنا ما عنديش. ما قدرش نزيد نبسط كتر. صحيح هنا. نتوقف. ناقص ناش. جدر خمسة. على. أي دروق هنا. جدر ثلاثة وسئة اثنان هي. ثلاثة. ترجينا جدر ثلاثة في جدر ثلاثة. لهي ثلاثة. ناقص. أربعة. أربعة وسئة اثنان هي. هي ستة عشر. ناقص أربعة وسئة اثنان هي. ستة عشر. تعطينا تساوي. تعطينا هنا. ثلاثة جدر خمسة. ناقص تناش. جدر خمسة. على. ناقص. على ناقص. ثلاثة ناقص تستاش. تعطينا ناقص. تلتاش. هنا. نحب. نحا. نبدل إشارتها. وتقولينا هنا. ناقص ثلاثة جدر خمسة. زائد اثناش. جدر خمسة على تلتاش. ولا نخليها كما هي. هذا. عبارة عن عدد. ناقص ثلاثة عدد ناطق. ناقص ثلاثة عدد ناطق. ما هي. ما هي. ما هي. ما هي. ما هي. ما عندها. تأثير. ما هي. عددين نسبيان. صحيحان. ما عن sine ناقص ثلاثة شمال. كسر. ناقص ثلاثة شمال. غ Som. ما هي. خصوص تترى من الماء. ما يعني أننا. نخدم آخر. ها في هذا. كنّاذ. نخدمLE. هذا ما خليت لوجه الجد ما كتبته في شكل لما قام بعدد ناتق نمشو عود نخدمه الحالة الأخرى يعطونك مثال هنا نفس الخدمة هنا يعطونا مثال آخر هنا مثال هذا هنا يعطونا الحالة الثانية يعطونا كمثال هنا ثلاثة جدر خمسة هنا ندرك في عوض ما يعطونا جدر ثلاثة زائد أربعة يعطونا جدر ثلاثة ناكس أربعة أي دروك هنا تساوي دروك هنا مباشرة ثم كلاش دروك نتعبو فيها حاجة الأولى نوضع أكواس هذا إذا كان عندي هنا عملية نوضع الأكواس لا يوجد أكواس لا يوجد أكواس يبقى كما يضرب هنا كنا بلايك نصيبه عملية بالنسبة لهذا نضرب في المرافق هذا عندي ناكس نضرب في زائد جدر ثلاثة ناكس أربعة في جدر ثلاثة زائد أربعة وقلنا بالليف الأعلى البسط يتبه ثلاثة جدر خمسة في نفتح القوس جدر ثلاثة زائد أربعة خمسة تساوي تساوي نفس الخدمة ناكس بي في أ زائد بي ولا أ زائد بي في أ ناكس بي هي هي تعطينا المستويقة الشهيرة الثالثة اللي هي تعطينا أ أس إثنان جدر ثلاثة أس إثنان ناكس بي أس إثنان اللي هي ربعة أس إثنان هاي نفس الخدمات الخدمة أي هنا بالعكس هنا أجدني سهلة نجي هنا زائد ثلاثة جدر خمسة أقطر هنا عندي الواحد ثلاثة في واحد ثلاثة وخمسة في ثلاثة تعطينا خمسة عود زائد ثلاثة فاربعة تعطينا اثناش جدر خمسة تساوي هنا تعطينا ثلاثة جدر خمسة هذه كدر بقارنا كما هي 3 جدر 15 ناقص زائد 12 جدر 5 هي هنا جدر 3 أسئة 2 يروح لها الجد يروح لها الجد وقالناها 3 جدر 3 في جدر 3 وجدر 3 في جدر 3 هي جدر 3 أسئة 2 يعود يخرج نهلك 3 إلى الخارج ناقص 16 وتعطينا نفس الخدمة التي خدمناها من قبل هنا تعطينا ناقص 13 وهنا تعطينا زائد 3 جدر 15 هنا لا يوجد الحق أن نزيد نبسط اختر الجدر رمك تلفين وهذا عدد ناقص ما انت هنا لا تجعلنا هذا الجدر 3 سيتخلصنا منه رجعنا هنا ناقص 13 بالنسبة للقيمة كل هذه القيمة هي نفسها هذه القيمة كامل هذا الأول إلا أنه الشكل تحمل هذه بمقام عدد نانك وهذه بمقام عدد غير نادك هذا الشيء اللي يعد إن شاء الله يا ربي نكون وفيت بالنسبة للنشر والتبسيط مهم ما أنا حاولت دخلت الجدور بالنسبة للنشر والتبسيط في الأخير لخطر مهمة بالزاب بعد أحيانة بشهاده يبدوها لكم بأكس ويكملوها لكم بالجدر ما دابين أن تكون عندكم فكرة بالنسبة للنشر والتبسيط حتى بالنسبة للجدور كما اللي تخدموا بالأكس تخدم بالجدور إن شاء الله ربي يعونكم وينجحكم وحاولوا تخدموا ثم ما دابيكم في الخدمات تاعكم حاولوا ترفضوا ورقة أو لا كي نكون أنا نخدم في هذا بالنسبة للفيديو ثم حاولوا كلي تسبقوني أنا أنا نفهم بالمرحلة بالمرحلة ثم نرفضوا ورقة وكذلك نكتب أنا العبارة حاول تخدمها وحدك وفي الأخير شوف روحك إلا تخرجها كيفية تخرجها بنفس الطريقة أو إلا يكون عندك صحيح أو خطأ إلا كانت صحيح ما تقدر ما تقدرش كامل ما تتبعش الطريقة يعني ما يهمكش مهمتها تعرفت أنا أهمني تعرفوا لها ما يهمني لأنني أتبع طريقتي أو لا وإلا ما عرفت لها وطلقيت باللي عندك خطأ حاول نرفض العمل التاعي وتبع مرحلة بمرحلة وشوف بل يكون عندك حاجة اللي فيها خطأ أو لا تحاول تصلحها بشوية بشوية اليوم تثقل حاجة وغدا تثقل حاجة وإن شاء الله يا ربي ما يجي إن شاء الله الشهادة لا تكون سلكت كلش وأنا من هذا الشي اللي نقدر نعطيه لكم اليوم حاولوا تما تخدموا حاولوا تتعاونوا بعدكم حاولوا تخدموا في أفواج حاولوا تتعاونوا بعدكم إلا حتاجتوا شي حاجة عاود ببعتها لي وعاود نخدمها لكم إن شاء الله فرصة قادمة إن شاء الله وشكرا ربي عاونكم حاولوا تتعاونوا بعدكم